هلا شباب تعرفوا ان الرقم اللي يطلع لكم في اعدادات صحة البطارية مش دقيق اول ما تشتري الايفون يقعد اشهر بنسبة 100% وفجأة يبدأ ينزل هذا الشي يصير لان البطارية هي القطعة الوحيدة في الايفون اللي تتكون من مواد كيمائية وتتفاعل كل مرة تشحن فيها الهاتف هذا العملية تسبب في تلف هذه المواد ابل تقول البطارية الطبيعية في الايفون تدوم 500 دورة وتكون البطارية بحدود 80% يعني كل 25 مرة تشحن الايفون راح ينزل 1% يعني متوسط 15% كل سنة بس الرقم هذا لو كان دقيق يعني بعد 25 يوم من اقتنائك للايفون الجديد راح ينزل الى 99% ليش ابل تحط لنا رقم غير صحيح لان المواد الكيمائية صعب حسابها فما تريد انك اول ما تفتح الايفون من الكرتون تحصله ناقص عن المية بالمية او انك اول ما تبدأ تشحنه في اليوم الاول او ثاني او بعد تعديث ينزل على طول من المية بالمية فتقوم بزيادة حجم البطارية لحسن الحظ في اختصار تقدروا تنزله ونصير على الخصوصية بعدها تحليل البيانات ونفتح التحليلات بالاختصار راح يطلع لكم الرقم الحقيقي لحجم البطارية لهذا الايفون اول ما اقتنيتا للعلم بطارية الايفون سبعة هي الف وتسعمية وستين ميلي امبير فلو قسمناها على الف وتسعمية وستين وضربناها بالمية راح يطلع لنا صحة البطارية اول ما اقتنيتا كانت امية واثنين فاصل ثمانية وعلشان كذا يستغرق وقت لحد ما ينزل تحت المية بالمية وللعلم كل ايفون ابل تصنعه مختلف في بعض الايفونات اللي اقتنيتها انتظرت تقريبا 13 الى 14 شهر لحد ما نزلت واحد بالمية وفي ايفونات اخرى احتجت ثلاثة الى خمسة اشهر لكن الرقم الاهم في هذا الاقتصار هو عدد الدورات هذا الهاتف مرت عليه اكثر من سبعمية دورة ونسبة صحة البطارية ثلاثة وثمانين بالمية يعني ممتازة لان في العادة لما يوصل الهاتف سبعمية دورة خلاص تكون البطارية ميتة وراح يطلع لك هذا التنبيه يقول لك يلا بدل البطارية للأسف ما في شي تقدر تسويه من تلف البطارية بسبب المواد الكيميائية لكن في اشياء تقدر تبطء العملية وتحسن البطارية بشكل يومي اول وقبل كل شي لازم تعطل هالثلاث خيارات الخيار الاول هو تحديث التطبيقات في الخلفية اللي تاكل بطارية يأكله ومالها داعي الغيهم كلهم او شغل تطبيقات المهم تحديثها في الخلفية على حسب استخدامك الخيار الثاني هو الغاء مشاركة موقعك للتطبيقات للمالها داعي تحديد الموقع يستهلك طاقة كبيرة وفي معظم الوقت فعله بدون قصد ثلاثة الغاء تعقب هاتفك لكل خطوة تسويها هذا الخيار مو بس يوفر طاقة بس يحسسك بالراحة ان هاتفك ما قاعد يتعقبك وينشر تفاصيلك لآبل ويعلم وين يوصل بعد إلغاء هذه الخيارات أسير على إعدادات البطارية وفعل خيار الشحن المحسن لما تشحن الآيفون بسرعات عالية وخاصة بين 80 إلى 100% تتلف البطارية بشكل أسرع عن من أنك يوم تشحنها من 0 إلى 80 فمن صعب جدا تتحكم متى تشحن الهاتف فآبل مخلية هذا الخيار لما تفعله راح يدرس طريقة استخدامك للهاتف ونومك وراح يبطئ الشحن لما يوصل بين 80 إلى 100% بس اتأكد من الحرارة لأنها هي عدو البطارية كل ما زادت الحرارة زاد تلف البطارية واستنزافها هذا تحذير لليل عبالعاب ثقيلة وحط الهاتف في الشاحن وقلل الاعتماد على بيانات الهاتف وشبك بالواي فاي لأن استهلاك البيانات الخليوية راح يقوم بفك الشفرة لهذه البيانات وتحويلها إلى انترنت من خلال معالجة وهذا الشي يستهلك طاقة كبيرة أما لما تشبكه بالواي فاي راح يجيك الانترنت جاهز ومفصل كل ما عليك أنك تستخدمه وأخيرا فكر في الاشتراك في القناة علشان تكون مطلع بكل ما هو جديد في التكنولوجيا وفي الآيفون شكرا على متابعتكم لي ودعمكم الأكثر من رائع أشوفكم في الحلقة القادمة